يبدو أن تداعيات أزمة التمرد المسلح لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية ستستمر لفترة طويلة صحيفة والستريت جورنال الأمريكية أشارت إلى ذلك من خلال إعلانها نقلا عن مصادرها اعتقال جهاز الأمن الداخلي الروسي العديد من كبار الدباط العسكريين بما في ذلك قائد قوات الفضاء الجنرال سيرجي سوروفيكين بعد ساعات من تمرد فاغنر وقائدها ايفجيني بريغوجين والستريت جورنال نقلت عن مصادرها أن السوروفيكين محتجز في موسكو ويخضع للاستجواب بسبب علمه بخطة تمرد فاغنر وأنه لم يكن متورطا في الأمر إلى جانب اعتقال نائب سوروفيكين العقيد أندريو دين والجنرال فيليديمير إليكيسيف نائب رئيس المخابرات العسكرية وبحسب التقرير فإن الكريملين يواصل جهودا واسعة النطاق لاستبعاد عدد من كبار الدباط المشتبه في عدم ولائهم وذلك بعد احتجاز ما لا يقل عن 13 ضابطا للاستجواب قبل إطلاق صراحهم بالإضافة إلى إيقاف أو ترضي 15 آخرين يأتي هذا بينما قال قائد عسكري الروسي إنه أقيلا من منصبه بعد أن أبلغ القيادة العسكرية بالوضع المتداور على الجبهة في أوكرانيا حيث تعرض الجنود الروس للتعن في الظهر بسبب إخفاقات كبار الدباط العسكري على حد وصفه لافتا إلى افتقار القوات الروسية لأنظمة البطاريات المضادة المناسبة وصوب الاستطلاع المدفعية ترجمة نانسي قنقر